تعرف أحياناً بعد يوم عمل طويل أو حتى نهاية الأسبوع ما يكون لك خلق تسلم على أحد النبي عليه الصلاة والسلام حتى في مثل هذه المواقف في أصعب المواقف كان يراعي قلوب صحابته وتأمل معي في هذه القصة مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام راجع من غزوة يعني راجع من حرب فانتبه أن في واحد من الصحابة متأخر اللي هو سيدنا جابر رجع إلى عند سيدنا جابر فقال لمالك يا جابر فقال يا رسول ما ناقتي ضعيفة جلس النبي عليه الصلاة والسلام يطفيا فسولف معه قال ليعجابرに selling قال نام قال southeast كيف تبايلة ام ثيب كبيرة ام صغيرة فقال ليش قال لـ لأنه عندي خوات ومات أمه ففى لا يحتاج حد يهتم بいつ خواتYe بعده قال النبي عليه الصلاة والسلام تبيعني ناقتك قال الله بإعطيك آيها مجانا قال النبي لا تبيعلي قال الله إلى، وكان تأتي فقال النبي عليه الصلاة والسلام طب يمزحه بالم suasخب قال لا يبدو رحم فتم النبي عليه الصلاة والسلام يمازح ليما اتفقوا على سعر وجلس النبي عليه الصلاة والسلام يسولف معاه وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام خذ مثل عصى وضرب الناقة وصارت الناقة سريعة طبعا هذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام المهم رجعوا إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام دفع له مبلغ وقدره على هذه الناقة ويابا يسلم الناقة للنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا خلها عندك فعطاه فلوس وخلى له ناقته مثل هذه المواقف تبين لك اليوم يتكلمون عن الذكاء العاطفي تبين لك الدرجة العانية من الذكاء العاطفي عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أصعب المواقف حتى هم راجعين من الغزوة أنا اليوم إذا كملت 8 ساعات في الدوام عادي ما أسلم عليك عجيب